بسم الله و صلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله و على آله و صحبه و موله و رجعنا لكم تاني و مع أدعية القرآن الكريم و معنا اليوم آية من آيات القرآن الكريم وردت ضمن سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم و قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين و أعوذ بك ربي أن يحضرون صدق الله العظيم هذه الآية الكريمة المباركة يدعو بها نبينا و مصطفانا صلى الله عليه و سلم أعوذ بك من همزات الشياطين الشيطان يهمز و يلمز و ينفث في روع الإنسان فسيدنا النبي بيستعيذ بالله من كل شيطان و من كل مارد و يستعيذ بالله من وسوسة الشياطين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس الجنة الشياطين يعني فسيدنا النبي بيستعيذ بالله من الشياطين و ربنا أول في القرآن الكريم لسيدنا النبي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليه إنه ليس له سلطان على كل الذين آمنوا و على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يبقى تاخد بالك إنك تستعيذ بالله من همزات الشياطين و من وسوسة الشياطين الشيطان شيطان الجن إن استعذت بالله منه انصرف مجرد ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينصرف و يبتعد عنك وأفضل حاجة تحصن بها نفسك من الشيطان قراءة آية الكرسي صباحا و مساءا بعد الفجر و قبل المغرب قراءة آية الكرسي لأن الشيطان أو الجن قال لسيدنا أبو هريرة يظل عليك من الله ظهير حتى تستيقظ تفضل في حفظ الله و في أمان الله و في ضمان الله قراءة آية الكرسي نحرص عليها و نحافظ عليها ففيها الحفظ من كل مارد و من كل شيطان و قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين و أعوذ بك ربي أن يحضر حتى كان سيدنا النبي بيقول الدعاء عند الوضوء الحمد لله الذي جعل الماء طهورا و الإسلام نورا الحمد لله على الإسلام و نعمته ربي أعوذ بك من همزات الشياطين و أعوذ بك ربي أن يحضرون هذا الدعاء المبارك ورد ضمن سورة المؤمنون فأنت لما بتقول بتعتصم بحمى الله و تلوز بملاذ الله تحصنت بذلع الزات والجبروت و اعتصنت برب الملكوت و توكلت على الحي الذي لا يموت اصرف يا رب عن الأذى إنك على كل شيء قدير يبقى ناخد بالنا إن شاء الله من هذا الدعاء و نردده كثيرا نسأل الله أن يتقبل منا و منكم فأصل و أرجع لحضراتكم تاني خليكم معانا و صلوا على الحبيب اشتركوا في القناة